وفق المجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من عدد من الأعضاء بتعزيل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الهمم قادرون باختلاف فما وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات دولية في المجلات التكنولوجية والتعليم مجلس النواب استأنف جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية الجلسة تضمنت إحالة مشروع قانون بشأن مكافحة زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من اللجان المختصة لدراسة وأعداد تقرير بشأنه كما تم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمه بين حكومتي القاهرة والرياض بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر المزايا الموجودة في هذه الاتفاقية بما توحي لنا بمزايا متبادلة ما بين الدولتين الشقيقتين سواء لصندوق مصر السيادي داخل السعودية أو لصندوق الاستثمارات العامة السعودية داخل جمهورية مصر العربية فهو أمر مطلوب ومحمود في هذه الفترة خاصة في الأزمة الاقتصادية العلاقات والجسور بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فيما سبق 30 مليار دولار استثمارات عربية مباشرة من المملكة العربية السعودية أيضا تجارة بين الدولتين تصل إلى 14 مليار دولار مناقشات مجلس النواب تطرقت أيضا لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذو الهمم لتعديل اسمه لصندوق قادرون باختلاف بالإضافة لتوسيع اختصاصات الصندوق حيث تم الموافقة على التعديلات من حيث المبدأ في مجملها وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة تم النص على دور الصندوق في تشجيعهم ودعمهم لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة وتناهية الصغر وأيضا دوره في المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والنص على المساهمة في تمويلهم وتأهلهم للتكايف والاندماج في المجتمع وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وأؤكد أنه يأتي في إطار ترسيخ الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة ليست فقط ببناء وإنشاءات نراها جميعا كل يوم في كل شبر من أرض مصر لكن أيضا ترتكز على بناء الإنسان وخلال فعاليات الجلسة تم الموافقة على ثلاثة قرارات لرئيس الجمهورية لإقرار ثلاثة فاقيات تعاون ومساعدات بين مصر والولايات المتحدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والأساسي مقترحات ومناقشات تضع صوب أعينها مصلحة الوطن والمواطن لتثري النقاشات عمل مجلس النواب نحو تحقيق الصالح العام اشتركوا في القناة